بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم ولسوف يعطيك ربك فترضى الخطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذا نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترابي مقدمه الفداء والمراجع العظام والأموت الإسلامية بذكرى حلول محرم للحرام ذكرى انتصار الدم على السيف طبعا هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قالوا بعض الفقهاء حتى الشفاعة الشفاعة لهذه الأمة هناك رواية حتى نصل إلى المقام اللي يريده هناك رواية من الفريقين تقول أن جبرائيل سلام الله عليه جاء في وقت متأخر للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما كان يأتي في مثل هذا الوقت فقال له السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يا محمد إن الله سبحانه وتعالى أوقد على النار ألف سنة حتى حمرت ثم ألف سنة حتى بيضت ثم ألف سنة حتى سودت في سوداء مظلمة قعرها بعيد وحرها شديد فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سكنت هذه النار؟ قال لها سبعة أبواب الباب الأول لآل فرعون ويسمى الهاوية الباب الثاني للمنافقين هؤلاء الذين يصفهم الحق جل وعلا في الآية الثانية من سورة الصف لعلها من سورة الصف الآية اللي يصف المنافقين بها زيلا فهؤلاء يدخلون يدخلون إلى النار يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمنافق كما ورد في المرويات أنه في الدرك الأسفل من النار فبعد ذلك قال له جبرائيل اعلم يا محمد إن هذه النار لو ألق قميص بين السماء والأرض لا احترقنا أو لو وقعت حلقه على جبل لأذابته فأخذ عدل الأبواب الباب الأول لآل فرعون يسمى الهاوية الباب الثاني للمنافقين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والباب الثالث كذا والرابع والخامس والسادس وسكت جبرائيل سلام الله عليه فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أخي يا جبرائيل لما للباب السابع ألح عليه قال للعاصين من أمتك هؤلاء الذين يموتون ولم يتوبوا أبد ما توفق للتوبة ما يصلي ومات ما أخذ حقوق الناس ومات مأذي جارة ومات مأذي زوجة مات الزوجة تؤذي زوجها وماتت مشكلة فهؤلاء يحاسبون قال له يقول الرواية تقول أغمي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول حتى وضعه جبرائيل في حجره يقول بعدين غاب فترة أخذ يصلي يدعو الله يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى زين انعزل عن الناس قال يا أخي يا جبرائيل أهكذا يفعل بأمتي يقول يعني بعدين جاء سلمان المحمد رضوان الله تعالى عليه وقال لفاطمة سلاب الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتزل عنها هذه الفترة فالتفت بعباءتها ودخلت على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمحراب حتى نزل قوله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاه بين راكع وساجد قالت أبا ما الخبر قال لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن جبرائيل أخبرني أن الله سبحانه وتعالى أوقد على النار ألف سنة حتى حمرت ثم ألف سنة حتى بيضت ثم ألف سنة حتى سودت في سوداء مظلمة قعرها بعيد وحرها شديد قالت أبا أما تدري كيف يدخلون قال الرجال من لحاهم والنساء من الزوائد فيأتون إلى ذلك اليوم لمالك خازن النيران فيسألهم من أنتم قالوا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما نزل قوله تعالى كذا مثلا كذا يذكرهم الآيات القرآنية فيفتح شيء من النار تلهب وجوههم فيقلوا الله يا مالك دعنا نبكي على أنفسنا يقولوا مبكو يبكون تنتهي الدموع تخرج بعد ذلك دماء يعني بعد الدموع دماء يلتفت إليهم مالك يقلوا لو كان يعني هذا الدماء والدموع في دار الدنيا دموع في دار الدنيا ينزوي الإنسان في بيته ويدعو الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فشاهد الكلام ينزوي بزاوية ويدعو الله زيان فهؤلاء الذين لم يتوبوا طبعا طبعا هنا مصيرهم النار يأخذون شيء يعني يتكرون في النار وهذا نوع من أنواع أيضا ظلم زيان هناك رواية أيضا هي بشرى لآل محمد بشرى لمحبي لموالي محمد وآل محمد أولا عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يصرح القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير النبي رأى من آيات ربه الكبرى والرواية تقول دنى ما دنى إليه أراد أن يخلعنا عليه طبعا هذه كرامة لمحبي لموالي محمد وآل محمد دنى ما دنى إليه أراد أن يخلعنا عليه فقال الله سبحانه وتعالى حبيبي محمد لما تخلع عليك وقد سلمت عليك قال إلهي أخشى حرارة الردوة إلى مضطرد وأخشى أن يقال لي كما قيل الأخي موسى بن عمران اخلعنا عليك إنك بالوأذ المقدس طوى قال يا محمد أن رد موسى فأنت المراد وأن طلب موسى فأنت المطلوب وأن حب موسى فأنت الحبيب والمحبوب يا محمد سل تعطى إني أنا السميع المجيب قال إلهي لا أسألك آمنا التي ولدتني ولا حليما التي أرضعتني ولا فاطمة ابنتي ولكن أسألك أمتي أمتي قال له يا محمد أنت نبي شريف وأنا رب لطيف وأمتك خلق ضعيف ولا يضيع الضعيف بين الشريف واللطيف ثم قال الله سبحانه وتعالى يا محمد إذا كان يوم القيامة لأشطرن القيامة الشطرين أنت تنادي أمتي أمتي وأنا أنادي رحمتي رحمتي هذه رواية رواية أخرى يعني لما يكون يوم القيامة يوم الحساب يوم الطامة يوم الهاوية يوم التغاب يجمع الناس الله سبحانه وتعالى يجمع الناس في مكان واحد مظلم فيأتي ناس وبين أيديهم من خلفهم من فوقهم من أمامهم على جانب الأيمان الأيسر النور من هؤلاء هل هؤلاء شهداء ليسوا بشهداء هل هؤلاء أنبياء لا هل كذا اسألوهم يجيبوكم الرواية تقول فيسألونهم من أنتم يقولون نحن ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني أولاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشفعون لهؤلاء فهؤلاء طبعا يشفعون لهؤلاء كما أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون شافع لأهل الكبائر طبعا بغض النظر عن أنه الإنسان الغاص بالحق لا يعني وإنما الإنسان إذا قد أدى فالتقصير بسيط مع الله سبحانه وتعالى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك هؤلاء يعني الثلة الطيبة من أولاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصا الذين سشهدوا مع الحسين كعلي الأكبر والقاسم طبعا يكونون في ذلك اليوم شفعاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر